أول موضوع معنا النهاردة هو عن ضعف الشهية عند الأطفال شهية الأطفال بتزيد أصلاً في السنة الأولى ده طبيعي بحيث بيتضاعف وزن الطفل من عند ولدته لنهاية السنة الأولى بيكون تقريباً الضعف ثلاث مرات عند نهاية السنة الأولى ممكن حضراتكم تحسبوها كده شوفوا وزن الولادة كان إيه وفي نهاية السنة الأولى كان إيه في السنة التانية أو بدءاً من السنة التانية معدل زيادة الوزن الوزن بيزيد لكن معدل الزيادة بيقل وده طبيعي يعني طول السنة التانية مثلا الطفل المفروض مثاليا يزيد وزنه طول السنة التانية حوالي 2 كيلو جرام فقط يعني ايه؟ يعني بمعدل 6 جرام يوميا تمام؟ دي بس كده بادئ زي بدئة أو القاعدة اللي احنا عايزين نتكلم عنه وده طبعا طبيعي علشان الطفل يقدر يطور نشاطه الحركة وإلا هيبقى يعني حجمه يزيد لا ده مش مطلوب ضعف الشهية عند الأطفال هو حالة طبية وليها 3 أنواع من الأسباب فيه فعلا حاجة اسمها ضعف الشهية الأسباب دي ببساطة هي أسباب مرضية وأسباب غير مرضية وأسباب نفسية تعالوا نتكلم عنهم بسرعة جدا الأسباب المرضية لضعف الشهية هي مثلا أمراض الجهاز التنفسي يعني ايه؟ يعني الطفل لو عنده بردة أو عنده نزلة شعبية لقدر الله وغيرهم وزي برضه أمراض الجهاز الهضمي يعني لو فيه مثلا نزلات معاوية أو إمساك أو إحساس بالرغبة في القيء وغيرهم كل دول أسباب مرضية تخلي الطفل عنده الشهية بتاعته تبقى ضعيفة بعلاج الحالة المرضية دي بترجع شهية الطفل لطبيعته يبقى دي الأسباب المرضية أو أمثلة يعني ليه تاني نوع من الأسباب هي الأسباب الغير مرضية يعني ايه بقى الغير مرضية؟ هقول لكم على طول أشهر الأسباب دي هي أوقات التسنين مثلا أوقات التسنين الأطفال ما بيعرفوش يكلوا وبالتالي بيبقى عندهم عدم رغبة في الأكل أو ضعف الشهية بشكل عام لأن الأكل هنا بيسبب لهم الإحساس بالألم لأن أي أكل حتى الرضاعة حتى الأطفال اللي ترضع بترضع بمعدل أحيانا أقل في فترات التسنين تمام؟ تناول الحلويات بكثرة أهي دي مش حالة مرضية لكن لو الطفل ده إحنا عمال على بطال بنديله حاجات حلوة دي بتؤدي لضعف الشهية إيه تاني؟ تناول وجبات يعني ثقيلة ما بين الوجبات الرئيسية حتى لو بكميات قليلة يعني إحنا مفروض نقول إيه؟ لو عاملين للطفل نظام زينا فطار وغدا وعشا مثلا خلاص وممكن نديله حاجة في النص ماشي مفيش مانع بس الحاجة اللي نديله في النص دي دي بحاجة بسيطة جدا ما يبقاش مثلا خمس وجبات كأن إحنا الطفل بيأكل خمس مرات مش ثلاث مرات كمان من ضمن أسباب ضعف الشهية تقديم الأكل للطفل على فترات متقربة يعني بطريقة أبسط إن إحنا كده مش بندله فرصة نوي جوع أما الأسباب النفسية وهي الأشهر على فكرة والأكثر تنوعا زي مثلا شعور الطفل بالضيق العقاب والتعنيف المتكرر التعنيف المتكرر حتى لو عن الأكل نفسه ربط الأكل بالصوت العالي يعني أحيانا فيه أمهات كده بيربطوا الأكل بيبعندهم توقع إن طفلهم هيغلبهم في الأكل فتلاقيهم إيه؟ يلا بقى ومش عارف إيه ونأكل مش عايزين الموال بتاع كل يوم بتعملوا كده بعض الأمهات بتعمل كده الزعيق للطفل تكرار الحديث الدائم قدام كل دي أسباب تكرار الحديث الدائم قدام الطفل إن عنده مشكلة في الأكل يعني إن إحنا كده كل ما يجي لنا حد أو نكلم حد في تلك هو نقوله ده ما بيأكلش كويس فالطفل بيحول هذه الجملة لعادة أو لصفة عريفية بيه يبقى ما بيأكلش كويس فعلا فاهمين قصدي؟ برضو من ضمن الأسباب اللي ممكن تلاقوها غريبة شوية بسيها بتحصل حياة في الواقع ربط نجاحك أنت كأم برأي الناس فيك يعني إيه؟ يعني رأيهم مثلا في كمية الأكل اللي بيأكلها طفلك يعني لو طفلك مثلا مرضيش يأكل تبقى أنت لقدر الله أم مش شطرة فلا لنت يتفكري كده ولا تسمحي لحد إنه هو يخليك يتفكري كده خلاص؟ الهواجس والخوف اللي جواكي برضو بيخلوكي أحيانا عندك رغبة إنك تأكل الطفل زيادة عن اللزوم خاصة لو الطفل ما أكلش بالصورة اللي أنت منتظراها بيبقى عندك مثلا تصور أو تخوف أنه هيعية لا قلة الأكل ما بتعييش يعني عشان بس نبقى واضحين هو كل المشكلة فين إن أنت حتى طموحات كبيرة معينة على كميات الأكل بس وأحيانا الأنواع